في الدرس السابق الضرب الشبكي قمتم بحل بعض المسائل باستخدام الضرب الشبكي وكما لاحظتم فقط قمتم أولاً بجميع عمليات الضرب ومن ثم قمتم بجميع عمليات الجمع لماذا تعتبر هذه الطريقة في إيجاد النتيجة ناجحة؟ لمعرفة السبب وراء ذلك عليكم إعادة حل هذه المسألة من جديد وأثناء حلكم لها سيتم شرح الأمر بصورة مفصلة قمتم بضرب 27 في 48 وكان عليكم كتابة العدد 27 هكذا العدد 48 هكذا بعد ذلك رسمتم شبكة وأعطيتم كلاً من السبعة والإثنان عموداً خاصاً به وقمتم بإعطاء كل من الأربعة والثمانية صفاً خاصاً به بعد ذلك رسمتم الخطوط القطرية يمكن التفكير بكل خط قطري على أنه يمثل منزلة معينة فعلى سبيل المثال الخط القطري هنا يمثل منزلة الآحد أما الخط القطري الثاني فيمثل منزلة العشرات أما الخط القطري هنا فيمثل منزلة المئات وأخيراً هذا الخط هنا يمثل منزلة الآلاف بناء على ذلك في كل مرة تقومون بها بضرب منزلة في منزلة أخرى عليكم التأكد من أنكم وضعتموها في المكان المناسب لها فقد قمتم بضرب سبعة في أربعة والجواب يساوي ثمانية وعشرين كتبتم هنا اثنان وهنا ثمانية ولكن ما المعنى من ذلك؟ لاحظوا أن سبعة هنا هي نفسها العدد سبعة في سبعة وعشرين أما هنا فالأربعة هذه هي العدد أربعة في ثمانية وأربعين وهذا يعني أنها ليست أربعة بل أربعين فكما تعلمون يمكن كتابة ثمانية وأربعين على هيئة أربعين زائد ثمانية ولهذا فالأربعة تمثل العدد أربعين بناء على ذلك فما تقومون به هنا ليس سبعة ضرب أربعة بل سبعة ضرب أربعين وكما تعلمون سبعة ضرب أربعين لا يساوي ثمانية وعشرين بل تساوي مئتان وثمانين العدد مئتان وثمانين هو عبارة عن مئتان زائد ثمانية عشرات وهذا هو ما كتبتموه هنا بالضبط فكما ترون الخط القطري هنا يمثل منزلة العشرات وهو يحتوي على العدد ثمانية ويمثل ثماني عشرات وبما أن سبعة ضرب أربعين يساوي مئتان وثماني عشرات فقد تمت كتابة العدد اثنان في الخط القطري الذي يمثل منزلة المئات والعدد ثمانية في الخط الذي يمثل العشرات أي بمعنى آخر ما كتبتموه هنا هو العدد مئتان وثمانين بعد ذلك كان عليكم ضرب أربعة في اثنان ويساوي ثمانين ولكن لاحظوا أن العدد اثنان هذه المرة يمثل العدد عشرين فالعدد الأصلي هو سبعة وعشرين بالإضافة إلى أن العدد أربعة يمثل الأربعين كما عرفتم قبل قليل وهذا يعني أن المسألة الحقيقية هي عشرين ضرب أربعين وهذا يساوي ثمانيمائة وهذا ما قمتم به هنا فقد دربتم اثنان في أربعة وكان الجواب يساوي ثمانية فكتبتم هنا صفراً وهنا ثمانية لاحظوا أنكم كتبتم الثمانية في الخط القطري الذي يمثل منزلة المئات أي بمعنى آخر كتبتم أن جواب عشرين ضرب أربعين يساوي ثمانيمائة بعد ذلك دربتم سبعة في ثمانية كما تتذكرون العدد سبعة هنا يمثل العدد سبعة فقط فهو يمثل العدد سبعة في سبعة وعشرين وكذلك هو حال العدد ثمانية هنا فهو يمثل العدد ثمانية في ثمانية وأربعين سبعة ضرب ثمانية يساوي ستة وخمسين كتبتم الستة في منزلة الآحاد والخمسة في منزلة العشرات بعد ذلك ضربتم اثنان في ثمانية ويساوي ستة عشر ولكن لاحظوا مجدداً أن العدد 2 هنا يمثل العدد 20 وبناء على ذلك تكون المسألة هي 20 ضرب 8 وتساوي 160 لاحظوا أن 160 تساوي 116 ولهذا السبب كتبتم العدد 1 في الخط القطري الذي يمثل منزلة المئات والعدد 6 في الخط القطري الذي يمثل العشرات إذن ما قمتم به في الضرب الشبكي هو أنكم وضعتم كل عدد في المنزلة المناسبة وبعد أن انتهى دور الضرب جاء دور الجمع في هذه المرحلة عليكم جمع الأعداد الموجودة في المنزلة الواحدة معاً هنا لديكم العدد 6 في منزلة الآحاد وهو العدد الوحيد هنا ولذلك كل ما عليكم فعله هو كتابته هنا بعد ذلك لديكم 8 زائد 5 زائد 6 في منزلة العشرات 8 زائد 5 يساوي 13 زائد 6 يساوي 19 وبما أنكم الآن في منزلة العشرات فالعدد 19 هنا يساوي 19 عشرة أو يمكن القول أنه يساوي 119 بناء على ذلك اكتبوا العدد 9 هنا فهو يمثل العشرات وانقلوا العدد 1 الذي يمثل المئات إلى منزلة المئات عليكم الآن جمع المئات معاً 100 زائد 200 زائد 800 زائد 100 يساوي 1200 وبما أن العدد 1200 يساوي 1000 زائد 200 عليكم كتابة العدد 2 في منزلة المئات ونقل العدد 1 إلى منزلة الآلاف وبما أنه ما من عدد آخر في منزلة الآلاف عليكم كتابة العدد 1 هنا يمكنكم أيضاً القيام بالأمر نفسه هنا مع هذه المسألة الأصعب فهذه هنا هي منزلة الآحد وهنا قمتم بضرب 9 في 7 وهذان العددان هنا يمثلان السبعة والتسعة في منزلة الآحد وبناء على ذلك عندما وجدتم أن الجواب 63 وضعتم الثلاثة في منزلة الآحد والستة في منزلة العشرات فكما تعلمون هذا الخط القطري هنا يمثل منزلة العشرات بعد ذلك ضربتم 9 في 80 فلا تنسوا أن العدد الأصلي هو 787 وهذا يعني أن العدد ثمانية هنا يمثل العدد ثمانين تسعة ضرب ثمانين يساوي 720 ولهذا لديكم هنا العدد سبعة في منزلة المئات والعدد اثنان في منزلة العشرات ويمكنكم تطبيق الأمر على جميع العمليات التي قمتم بها هنا فهذه هنا هي منزلة الآلاف وهنا منزلة عشرات الآلاف ومن ثم مئات الآلاف ثم منزلة الملايين ولو نظرتم إلى هذا المربع هنا حيث ضربتم أربع في ثمانية وحصلتم على 32 تلاحظون أنكم في الواقع ضربتم 400 ضرب 80 400 ضرب 80 يساوي 32 ألفاً لاحظوا هنا أنكم وضعتم العدد اثنان في منزلة الآلاف والعدد ثلاثة في منزلة عشرات الآلاف إذن تعرفتم في هذا الدرس على الضرب الشبكي بشكل مفصل ويمكنكم تطبيقه على مسائل الضرب المختلفة انتهى الدرس